طبعا عارف ليه كابتن بدري كمان اجي لحراك بيجي لك انا بس انا بيجي لي في الاختبارات دي بتعميل تليفون اكيد حراك بيجي لك عشر تلاف تليفون والنبي ابني عايز يخش والنبي ابني يتظلم والنبي المدرر ما بصش عليه كويس والنبي مش عارف ايه انا اولا انا الحمد لله لما حد بيكلم بيقوله كده اقوله خليه يروح يلعب وان شاء الله ربنا عايز يكرمه يكرمه انا مش هادر اعمل حاجة بس انا اقصد انه كان بقى واحد بيوافق على ده كان واحد بيجامل كان واحد بيقول ده خده عشان من فلان ومن صاحبي ومن عمتي كلنا يا كريم جاملنا اه بس في اللقى بيكرويس كلنا جاملنا طبعا كلنا جاملنا بس المجاملة فيه حضرتك مش نعمل حاخدك تنزل الاختبار ان انا نزلق الملعب انا مش هالعبلك حضرتك ايوه يعني انا نزلقك يا كريم الملعب اه اديني عشان اخدك صح مش انت ابن مين اه لا يعنيني ولا يخصني اه مش لو ابني لا لو ابني انا مشيت ابن من النادي الاهلي اه ما حسيتش انه يكامل في النادي الاهلي لا بالنسبالي نمرة ثلاثة اه كان حالة سمرو اه بالنسبالي انا في النادي الاهلي نمرة ثلاثة راح انبي بقى نمرة ثلاثة راح الموريب بقى نمرة واحد بس ولعب منتخب الانبي على حراسكة عندي اه لو خليتوا أنا بقى لما ثلاثة كان هيفضل طور أمره كده مش هي العب لا أسيبك من نبنا ثلاثة كمان أنا بكلمك أنا مدرب وعرف أن ابني حارس كويس دليل راح متخب المنبي لعب على جوال كانت عندي أنا حراس مرمع أنت فاهمني بس أنا عشان بتاع كورة لا طول من أنا موجود حولك عشان بابا بابا المدرب كوسة لا مش معنى أن أنت مدرب وعندك ابن فابنك يتظلم لا مش معنى أن أنت مدرب وعندك ابن لازم يلعب في النادي لا دي معادلة صعبة إذا كان يستحق أهلا وسهلا بي إذا كان حافظه في النادي قال أنا ماليش دعوة بابا مين ولا مامته مين وإذا كان ما يستحقش لو بابا رئيس النادي مع السلام أنت تاخد مكان واحد تاني ليه أيوه بس ده بيحصل لك يا ابن بدل والله ما كان بيحصل مش بتكلم على كابن بدل والله ما كان بيحصل والله ما بتكلم عليك بس أنت أنت أبو الشغلانة أنت اللي فاهم الدنيا ماشي ازاي بس بتحصل خلينا وقعين لو بتحصل بأي نسبة مش شابه عندنا كورة احنا بنعاني لدي الوقت يا كريم لا لا مش لو يا كابتن مدد لحظة واحد انا بقول لو بتحصل بنسبة لا وبتحصل بنسبة كبيرة لما يبقى فيه اجماع من الناس من اولئة الامور انا ابني انا عارف طبعا كل واحد بيشوف ابنه انه اعظم لعب في الكون بس دي بقيت شكوى جماعية وبعدين انا شفت انا روحت اختباراتنا قندية الاقي خمسمائة لعب في ارض الملعب وهو عمان يبص وفيه مدرب اللي بيختاره دو بيبقى مسك الموبايل لا لا طبعا انت هتختار ازاي لا وهتختار ازاي بين خمسمائة واحد ده عدم احترام للمهنة عارف انت نساق المهنة والشرف انك اما توعد في حاجة يبقى عندك امانة يا اخي ده طفل ده جاي مثلا من اسوال الله ليك حلمه حلم بص عليه عشان تكتشف موهبته ما انت مش هيجدك مرادونا يا اخي انا عايز اساس السؤال هو انت وانت بتنطقي يا سيدي المدرب انت عايز مرادونا اهم مرساتك هتشتغل ايه ايوه ما عليك النادي بيقبضك وجايبك مدرب ايه مش عشان تعلم الولاد دول ايوه مش عشان تدرب الولاد دول ولا انت عايز يجدك ميسي طب اذا ما جالكش ميسي العيب بقى في الولاد هم كل اللاعب اللي موجودة موغبين ده 90% مصنوعية و 10% ما هو بيه صحيح يعني انت لو عندك 10% في فرق 11 لعيب نسبة 10% هم انت مميز والدليل بقى ان الصنع بازت انا ياسف يعني انا ياسف ان الصنع بازت ان التسعين في المية المصنوعين دول ما بقتش الصدعة كويسة انا ياسف وعشان زي ما بقولك مفيش امانة في ان انت كمدرب مش انا بقى مش انا انا مش بقى بالوم المدربين مش بالوم المدربين بالوم الاندية اللي بيجيب ناس غير مؤهن مش في المكان السليم مجرد انت عايش شغاله وتأكله وعيش ايوه مش في الكورة اه اكل اللي عيش مش في الكورة ده صنع عارف حضرتك يعني صنع طبعا يعني فيها مهارة تعرق كده وتموت عشان تطلع لعيب للدرجة الاولى لمصر تعمل لعيب عشان يبقى عندك منتخب قوي طبعا تعمل لعيب عشان يحترف في أوروبا مش عشان يقول فلان مش فرق فلان اللي علان ما انت لو اتلع لك اتنين وكت نمتع لان انت عندي بقى عند اتنين ما كانش بقى فيها 14-15 واحد صحيح ما كانش عندك خمسين ستين اللي عيب بيلعبوا داره ممتاز خمسين ستين بيعابوا منتخبات حتى اللي مشوا ماكملوش بيلعبوا داره ممتاز بيعابوا داره التانية يعني اذا هم اللي عيبوا كورة هم مش انت كله داخل وكله خارج ومن تحتك بس بتفرز مش فراخ جامعية هم ولا فراخ بلدي وفرنجي لا 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 ده لعيب حلم حياته وخصوصا بعد وجود النني وصلاح وتلزجيه الناس اللي احترف في ترمضان الناس دي اولاء الامور الاول كنا بنوضي لبعشان عشان بنلعب كورة دلوقتي وإيه الامر عايز ابنه نعيب كورة ايوه ده الحمى عايز يجوز بنته لعيب كورة الاول كنا بنوضي رفض صح احد اللي ترفض عشان بنوضي لعيب كورة اه فانا بديك بص قد ايه كورة بقت مهمة جدا صح ادبيا واجتماعيا وبتعرفك بناس كبيرة وتبقى ليك كيان في المجتمع تقدر تقول لي مارادونا ولا ميسي معاه شهادة ايه لا طبعا شهادة اكيد مش كبير بيقابل مين ميسي ومارادونا عظم ناس في العالم رئيس الارجنتين طبعا بيقابل المارادونا طبعا الله ارحمه طبعا وبيقابل ميسي مش كده ولاي صح مزبوط طيب